في حياة السابقين معالم لللاحقين قد رواها المصطفى قصصا للذاكرين علها تحيي النفوس فتهتدي دنيا ودين فاقصص القصص القوين يعنى هم يتفكرون الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه مما حكاه ورواه لنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أخبار للإعتبار والاستفادة منها أخبار أصحاب الأخدود وهم أولئك القوم الذين آمنوا بالله في أرض نجران بجنوب الجزيرة العربية وذلك ما رواه لنا الإمام الترمذي وغيره عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر هذا الملك كان عنده ساحر يستخدمه لأن كثيرا ممن يريد أن يتسلط على الناس يريد أن يتغلب عليهم بشيء من الأوهام والخيالات والأكاذيب فلما كبر ذلك الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وهذا الغلام جاء أن اسمه عبد الله ابن الثامر هذا الغلام كان شابا فتى ذكيا فطنا فانتخبوه من بين الشباب ومن بين الفتيان ليتعلم السحر من ذلك الساحر فيكون خادما لتوجه ذلك الملك الذي كان يدعي الألوهية وكان يحتال على الناس بالأسحار ويستخدم السحرة من أجل إيهام الناس لأن بعض الناس كلما كان غريبا عن طور البشرية يظنون أنه هو من صناع الله سبحانه وتعالى مر معنا في القصص التي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة خرافة ذلك الرجل الذي خطفه الجن فجاء بالأخبار الغريبة قصة تميم الداري مع الدجال والجساسة العالم يوجد فيه كثير من الغرائب وفيه أسحار وفيه شياطين فليس كل غريب معنى أنه خارج عن قدرة البشر يعني أنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى فذلك ما سيصنعه الدجال في آخر الزمان يقول فجاء هذا الغلام وكان في طريقه إذا سلك يريد الذهاب إلى الساحر كان في طريقه راهب فقعد إليه هذا الراهب له قصة كذلك جاءتنا وهي كذلك من لطائف العنايات الإلهية التي تدور من حيث لا يدري الإنسان هذا الراهب كان رجل من أهل الشام عابدا زاهدا طائعا لله على دين سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام فوهو يمشي في طريقه في عبادته لربه إذ عدت عليه قافلة فخطفوه خطفوه وجاءوا به إلى جزيرة العرب فباعوه فاشتراه أناس وجعلوه عبدا لهم فأخذوه إلى أرض نجران ثم لما رأوه لا فائد منه تركوه فصار يجلس في كوخ أو في كهف في الطريق يعبد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله والله سبحانه وتعالى أراد منه حكمة بعيدة لا يعلمها هذا الرجل وهي أن يكون سببا في هداية هذا الغلام الذي سيكون سببا في هداية أمة كاملة في تلك البقعة فهذا الغلام كان إذا مشى يرى هذا الراهب فجاء إليه وقعد إليه فسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشك ذلك إلى الراهب يعني الساحر كان يسأل لماذا تأخرت لماذا لم تأتي فكان ربما يضربه فشك ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فكان إذا سأله أهله ليش تأخرت يقول لهم الساحر أخرني إذا سأله الساحر ليش تأخرت يقول أخروني أهلي فهكذا كان يغتنم فرص فيجلس إلى ذلك الراهب فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس أي هذا الغلام وهو يمشي في الطريق إذا بدابة عظيمة ربما هي سبع من السباع أسد من الأسود أو شيء من هذه الدواب المخيفة قد حبست الناس الناس في خوف وفي رعب وهم يهربون فجاء هذا القلام فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل أجرب تجربة اليوم وأعرف أيهما أفضل حال الساحر أم حال ذلك الراهب فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها أخذ حجر فرما تلك الدابة فقتلها ومضى الناس فعلم الغلام أن ما كان عليه ذلك الراهب من الإيمان بالله ومن طاعة الله هو الحق الصرف ودام على ذلك واستمر على ذلك وللقصة تمام فيه عبر ولطائه شريفة جميلة جدا سنتكلم عنها فلا زالت القصة في بدايتها نكملها في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين في حياة السابقين معالم لللاحقين قد رواها المصطفى قصصا للذاكرين علها تحيي النفوس فتهتدي دنيا ودين فاقصص القصص القوين يعني لهم يتفكرون